اشتركوا في القناة للانتاجية الزراعية والتي يعود اسبابها الى تكثيف الانتاج والرعي الجائر وانجراف التربة بالماء والرياح واضافة الى ازدياد اسعار الوقود كل هذا يهدد القدرة الانتاجية وخاصة عند صغار المزارعين كما لمسها المهندس مروان سابا ارتفاع اسعار العالمية للمحركات وتأثيره المباشر على زيادة في كلفة الانتاج وخاصة في المزوت والاسمنة الكيموية يؤثر على جدوى اقتصادية للزراعات التقليدية لذلك يجب التفكير في نظام زراعي جديد يؤمن جدوى اقتصادية للمزارع وهنا جاءت اهمية الزراع الحافظة التي تؤمن جدوى اقتصادية للمزارع ويتتلاء مع تغييرات المناخية تتطلب هذه الحالة تغييرا جدريا في النظام الانتاجي ولذلك تستجيب الزراع الحافظة لهذه المتطلبات والتي ترتكز على ابقاء التربة كجسم حي كما يشرح لنا مبادئها الدكتور عصان بشور الزراع الحافظة اسلوب جديد بالزراعة تم تجربته من شيء حوالي اربع وخمس سنوات في لبنان هذا الاسلوب جديد في لبنان وليس جديد على العالم ولكن يعتمد على ثلاثة اسس رئيسية هي اولا التقليل من الحراسة او بالاحرى الغاء الحراسة نهائيا والشي الثاني انه نعمل دورة زراعية ونحافظ على غطاء نباتي اخطر لتقليل من جرف التربة وحمايتها وزيادة المادة العضوية في التربة حصلنا على نتائج الحقيقة مشجعة جدا والنتائج باختصار ادت الى انه المحصول تم في زيادة حوالي 10-15% انجراف التربة نقص بدرجة كبيرة كتير المحافظة على المياه زادت كتير نسبة المياه في التربة استمرت خلال فصل الصيف بنسبة اعلى مما فيما لو كنا منقوم بالزراعة العادية والمادة العضوية زادت مستوى الاحياء في التربة زاد تحليل التربة بشكل عام لعناصرها الوزائية كمان كان افضل ونوعية التربة كلها صحة التربة اذا بدنا نحكي بشكل عام كانت افضل بكتير ولهذا تكمن الحلول العملية بالبذر المباشر بفتح خط زراعي بالبذرات الخاصة بالنظام الزراعي المستدام في بقايا نبات المحصول السابق الذي يلعب دورين الحد من تبخر المياه من جهة وتحوله الى مادة عضوية طبيعية من جهة اخرى بالاضافة الى خلق بيئة ملائمة للكائنات الدقيقة وكل هذا يخفض الكلفة الانتاجية لدى المزارع من خلال التقليل من معدلات البذار والقضاء تدريجيا على الاعشاب الضارة والذي يظهره لنا السيد علي يزبك عنا بالزراعة الحافظة واللي هي مسحدثة عنا على الاقل بمنطقتنا انه من حسناتها توفير بالمحروقات بالقطع يعني اول شغلة توفير بكلفة الانتاج واللي هي تضمن المحروقات وبتوفير قطع علينا بالفلاحة مثلا بدي استعمل قطعة وحدة عنها هون اذا ما عندي يزراعة حافظة بدي أستعمل اربع قطع اللي هي فلاحة بدي استعمل تركتور وسكي بدي استعمل تитаسيك بدي يعني تركتور وديسك بدي استعمل телефон، تسليح يعني بدي استعمل تمامMontractor و بسموها طلاقة محدلة اللي عندنا او تسليح жرافية اول أخرى تمتهم thirty قطع بدي استعملون باستغني عنهم بقطع وحده هايدي توفير에도 القطع وبالاستهلك الفيول. اول شغل. داني شغلي ايدي عاملي يعني بدي انا واحد هاني بشتغل على هايدي بدي اشتغل هونيك اربعة خمسة ستة عهو ديك القطع. هايدي من توفيرة يعني. من حسناتها انه اني وقت اللي بحافظ على الغطاء العشبي هيدا الموجود عندي هان بوفر الماي اللي اني مسلا بتبخيرها الشامس اني بحاجة الى بموسم الشتوية بالقامح بحاجة الى بوفر فيول بصقاية الموسم الصيفي واللي هو دورة او غيره. بوفرها هايدي. بوفر انجرات بالتربي بوفر ضغط على التربي بحصل على نتائج يعني تقريبا يعني بكلفة الانتاج صار عندي توفير حد ادنى حد ادنى عشرين او ثلاثين بالميزة. والنحن عم ندور على انه المزارع يكون بهالحالي نوفر عليه كلفة الانتاج ليحصل على مربح بالنهاية. يصلح هذا النظام في معظم الزراعات الحقلية والعلفية من محاصيل القمح والشعير والفصة والذرة دون اجراء تحضير الارض والحراثة مما يحافظ على المواد الطبيعية. وتعمل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي جي اي زاد. الى نشر هذا النظام بالتعاون مع الجامعات وكليات الزراعة ومصالح الابحاث الزراعية كالجامعة الامريكية في بيرون. اريك او المركز زراع للبحث والتعليم بتابعة للجامعة الامريكية ابتدأ اول بحث له بسنة الالفان وخمسة. كانت فكرة كتير غريبة لان متل ما بتعرف ان احنا معلم طلابنا على تحضير التربي من فلاحة لتنعيم التربي وتسميدة. فكرة كانت كتير غريبة انه نزرع مباشر ونسمد من نفس الوقت بتربي يمكن تكون قاسي نوعا ما. من بعد الابحاث اللي اجرينيها من الالفان وخمسة يعني بتداينا بشقفة كتير صغيرة اللي هي ما بتتعدى الهكتار الواحد. وصارت المسحات تزيد معنا. النتيج اللي كانت عم تطلع فينا نقول انه كانت كتير مرضية. بس كتكنيك كزراعة حافظة بدى وقت شوية صغيرة لحتى المواد العضوية تزيد بالتربي لحتى الغطاء النباتي يتكون على سطح التربي. ومن ناحية كمان التكلفة دراسات الاجرينيها بيانت انه ازا استغنانا عن خمس عمليات زراعية بعملية وحدة زرعنا سمدنا. تقريبا وفرنا حوالى الـ 450 لـ 500 ألف ليرة بالهكتار الواحد. بننصح كل المزارع يجربها بأرضه. لو انه نص المساحة المزروعة يقارن تكلفة كمان اللي عم اشتغلها. بلايه انه يمكن في عنده حسنات كتير سيئات قليلة مقارنة مع الزراعة الاجرينية فيه كتير سيئات وحسناتها قليلة عم يخد نفس الانتاج بكل فعال. وبذلك تعمل الزراعة الحافظة الى انتاج زراعي مساهم للأمن الغذائي بهدف صيانة وتحسين كفاءة استعمال الموارد الطبيعية من خلال إدارة متكاملة للتربة والمياه والموارد الحيوية. اشتركوا في القناة